في شعية 48 آية 16 مكتوب تقدموا إلي اسمعوا هذا لم أتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده أنا هناك هو أن الرب يسوع بيتكلم منذ وجوده أي وجود الآب أنا هناك الشعية بيتنبأ 700 سنة قبل ولادة يسوع والآن السيد الرب الرب هون يهوى السيد يهوى أرسلني وروحه الهاء تعود على الله وطبعا إذا نظرنا في يحنى يسوع صدم السامعين قال أنا من البدء أكلمكم أو ما أكلمكم يسوع دعي الله وكان الكلمة الله كرسيك يا الله في عبرانيين واحد تمانية لأن المسيح أثبت بجدارة عمل أعمال الله من غفران الخطايا من الخلق وله صفات الله مثل الحق قال أنا هو الطريق والحق والحياة كلي الحضور كلي المعرفة لأنه كان يعلم ما في داخل الناس ولقد صرح يسوع المسيح أنه معادل لله أنا والآب واحد أنا والآب يعني جوهر واحد كيان واحد وهذا مهم جدا أحبائي لم يفقد أي شيء من اللهوت عندما أصبح إنسان مكتوب الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة تتميم لنبوة إشعية تنحني كل ركبة ستشجد لإسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب لأحبائي لأنه هو الله إله كامل وإنسان كامل في اتحاد كامل في شخص واحد إلى الأبد وحتى الآن أحبائي هو جالس عن يمين الله يمين العظم كالإله والإنسان الكامل فهذا هو مثال كامل للبشرية في التواضع والبذل والعطاء والمحبة والتضحية فإذن أحبائي هذا مهم جدا إنه ندركوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر